اشتركوا في القناة منذ 16 ديسمبر 2023 وكذلك تلبية لدعوات النسيقية الوطنية طلبات الطب والصيدالية يعني جينا باش نقولوا ان هاد الحكومة وهاد الوزير يجب عليهم انهم يفتحوا حوار جاد وقوي مع هاد طلبة واجاد حلول ناجعة يعني ترضي كل اطراف احنا كنشوفوا اليوم كنت مبادارات مع مجموعة من الفعاليات نطلاقا من الجمعيات المجتمع المدني الاحزاب السياسية والنقابات وكذلك هاد القبة اللي احنا اليوم امامها بغرفتها النواب والمستشارين وصولا الى مؤسسة وسط الملكة ولا وجود لي حل هاد طلبة اليوم جاوا باش يقولوا انهم باغين تكوين طبي وصيدلي في المستوى يرسقي والمواطن المغربي واليوم عدنا وراش كبيرة ديال التغطية الصحية عدنا اقضى وراش كبيرة عالمية غي يحتضنها البلاد ديالنا كنظن ان هاد الملف هاد المطالب مشروعة وعادلة ويجب على السيد الوزير والحكومة انها تلبي هاد المطالب هاد كيف ما كنشوفوا هاد الحكومة هاد سواء عندنا كتابة ضبط المحامة وليوم اكون شي واقف يقولوا اشهد شي فين غادة هاد البلاد فين غادين بنا فين غادة بنا هاد الحكومة لذلك يجب اصبح انه يكون تعديل الحكومة امر ضروري امر ضروري وانه يتفتح حوار مجتمعي من شأنه انه يكون هناك يخدر يخلق انه واحد الانفراج السياسي شي شوية يزعزع شوية من الشهد السياسي وانه ينفس هاد الطبقات اللي اليوم يعني كتغوت وكتغلى لهاد السياسات هاد